اهلاً وسهلاً الله يحييكم في حلقة نهاية الأسبوع من الراصد دائماً وأبداً تواصلوا معنا عبر حسابنا الرسمي فتوة الراصد أو رقم الواتساب الظهر لانا مامكم على الشاشة إلى العنوين المملكة تقفز للمركز الخامس والعشرين في براءات الاختراع والزكاة الضريبة تشمل كل فرد يزاول نشاطاً اقتصادياً الليلة معنا في الراصد افتتاح فعاليات منطقة البوليفارد ضمن موسم الرياض وخريجات كلية التربية سنوات من الانتظار انطلاق فعاليات مسابقة الفلكلور الشعبي بثلاث مسارات قفزت المملكة في الترتيب العام لإيداع براءات الاختراع لتحول في المركز الخامس والعشرين متقدمة أربعة مراكز عن العام الفين وسبعة عشر إذ قدم المخترعون في المملكة نحو 3399 طلباً لتسجيل اختراعاتهم ووفقاً للتقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فقد أودع المبتكرون حول العالم ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طلب براءة اختراع في العام الفين وثمانية عشر بنسبة نمو بلغة خمسة في المئة أو أكثر من خمسة في المئة عن عام الفين وسبعة عشر يذكر أن الويبو تصدر تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية للعام الفين وتسعة عشر ويحلل التقرير حركة الملكية الفكرية ونشاطها على مستوى العالم استناداً إلى البيانات الإحصائية والاستقصائية الواردة من المكتب الوطني وأيضاً الإقليمي للملكية الفكرية وبالتعاون مع المنظمات الدولية للحديث عن هذا التقدم بالنسبة للمملكة العربية السعودية وأيضاً الأرقام حول براءة الاختراع وتسجيلها كملكية فكرية داخل المملكة العربية السعودية تنظم إلينا هاتفياً مسؤول أول لتوليدي واستخدام الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذة نورا العماري أستاذة نورا مساء الخير أهلاً بك في الراصد أهلاً وسهلاً مساء النور الله يحييك نتحدث عن المركز 25 تقدمات نتحدث عن 3399 الطلب براءة اختراع سجلت في المملكة العربية السعودية قراءتك لهذا التقدم وهل هو وفق الطموح أو المستهدف أيضاً صحيح المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو أثرت تقريرها مؤشرات الملكية الفكرية العالمية لعام 2019 التقرير كما تفضلتهم يحل الأنشطة الملكية الفكرية على مستوى العالم بالاستناد إلى بيانات المكاتب الوطنية والإقليمية للملكية الفكرية وفقاً لتقرير هذه السنة تجاوز عدد براءات الاختراع المودعة 3 مليون طلب براءة الاختراع في عام 2018 نسبة النمو أيضاً بلغت 5.2% عن العدد المحقق في عام 2017 الصين واحدها سجلت 1.500.000 طلب بنسبة نمو تجاوز 11% على الصعيد الوطني المملكة العربية السعودية قفزت في الترتيب العام لإيقاء براءات الاختراع لتحل في المركز 25 تقدمنا بأربعة مراكز عن العام 2017 حسب هذا التقرير أيضاً بلغ عدد طلبات تجيل براءات الاختراع في المملكة قرابة 3.369 طلب في عام 2018 في تقدم نتمنى بإذن الله أن يستمر برغم أن عمر الحيئة لا يتجاوز سنة ونصف إلا أن المملكة تقدمت بفضل الله هذه المراكز الأربعة هذا يعكس طبعاً اهتمام الحيئة بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة دعمها وحمايتها وإنفاذها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني دعم نمو ثقافة الملكية الفكرية أيضاً في المملكة العربية السعودية نطمح بإذن الله إلى رفع المؤشرات الوطنية بتحسين الاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية نهدف كذلك إلى رفع عدد الطلبات وجودتها ودعم مختلف مجالات الملكية جيد خصوصاً فيما يتعلق برفع العدد وتحقيق مستهدفات أعلى نعرف أن دوركم الرئيسي هو في حماية هذه البراءات للاختراع وحماية الملكية الفكرية لها حتى تكون المرحلة الأولى بإذن الله لأن تتحقق هذه البراءة التي ستسجل في النهاية لمملكة العربية السعودية لكن أكيد أنكم متصلين بعدد من الجهات خصوصاً إذا ما تحدثنا عن براءة الاختراع وشفنا الرقم الكبير في الصين اللي أكيد أنه نطمح يوماً ما أن المملكة العربية السعودية تكون قريبة من هذه الأرقام لأنه فعلياً المنتج المبتكر هو المنتج الريادي هو اللي يحقق القفزات العالية على المستوى الاقتصادي مستوى التنسيق مع بقية الجهات بالنسبة لكم لأن يكون العمل تكاملي خصوصاً إذا ما تحدثنا عن تحديد العمل هذه المرة في براءة الاختراع صحيح رفع هذه الطلبات وجودتها يستزم تكامل مع الجهات الوطنية نعم بكل تأكيد نطمح للتكامل مع الجهات الوطنية نعمل حالياً على مجموعة من البرامج التكاملية مع الجهات الوطنية تواً في الإطار الأكاديمي أو حتى في مجالات الأعمال بإذن الله نطمح إلى تقديم عدد من الخدمات التي ترفع من مستوى التمحور حول العميل بإذن الله في الفترة القادمة هذه الجهود ستتحقق بإذن الله في ظل التعاون الوطني بتضافر الجهود للزملاء والزميلات داخل الهيئة وفي ظل دعم سيدي خدم الحرمين اسمه ولي عهده الأمين بإذن الله بإذن الله كل الشكر لك على هذه المداخلة نتمنى لك التوفيق أيضاً لكافة الجهات المشتركة فيما يتعلق ببراءة الاختراع حتى من التسجيل وأيضاً التنفيذ لأنه اليوم لما نشوف تجارب ناجحة أكيد هذا الأمر سيحفز المبتكرين وأيضاً المخترعين لأن يتقدموا وأيضاً أن تكون الفرص دائماً موجودة جزيل الشكر لك الأستاذة نورا العماري وأنت مسؤول أول لتوليد واستخدام الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية كشف ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله العنزي شمول مشاهير الإعلام الجديد طبعاً متعرفين بالسوشال ميديا وكذلك الأسر المنتجة بضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز المبيعات فيها 375 ألف ريال سنوياً وقال خلال ورشة عمل بعنوان تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة على المنشآة الصغيرة والمتوسطة بغرفة التجارة والصناعة في الشرقية كل فرد يزاول أنشاطاً اقتصادية بهدف تحقيقي دخل خاضع لضريبة القيمة المضافة سواء كان مشهور سوشال ميديا أو مزارع أو غيره أو كذلك من الأسر المنتجة للحديث بكل تأكيد بشكل موسع عن تطبيق الضريبة المضافة خصوصاً يمكن متعارف عليها فيما يتعلق بالسجلات بالنسبة للمحال أي مكان يكون فيه فاتورة أو أي موقع يكون مسجل فبالتالي هناك سهولة في التطبيق وأيضاً استخراج هذه الضريبة لكن هناك عدد من أنواع التجارة لما نتحدث أن أي واحد يدخل دخل تجاري أكثر من 375 ألف ريال مهما كان هذا الدخل سواء كان مسجل أو غير ذلك فبالتالي يجب أن يخضع للضريبة المضافة كيف سيتم الاستحصال وأيضاً ما هي الطرق نتباحث عنها ونتحدث عن أفضل الممارسات في هذا الاتجاه ينضم إلينا هنا في الستوديو المحلل الاقتصادي الدكتور محمد مكنيس دكتور محمد مسل خير أهلا بك الله يسلمك هلا وسهلا سعيد بتواجدي معكم الله يحييك دكتور يعني الوضوح حول ضريبة القيمة المضافة وأيضاً تحصيلها يمكننا واضحة بالنسبة للمنشآت تجارية المسجلة والتي تطلع فواتير فبالتالي تقدمها لكن بشكل عام لأنه اليوم يجي الحديث أن أي شخص دخل أكثر من 375 ألف ريال في أي مهنة كانت حتى مشاهير السوشال ميديا حتى لو ما فيه فواتير سيتم استحصال هذه الضريبة الصورة بشكل أوضح دكتور كيف طبعاً في البداية بسم الله الرحمن الرحيم نحن نتكلم عن الحقيقة ضريبة القيمة المضافة ففعلاً يتبادر لذهن مباشرة هو القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية نعم من بداية ما أقررت حقيقة في المملكة في يناير من عام 2018 كان هناك هيكلة معينة لكل تعرف عليها اليوم مع ما يطرح حالياً بأنه أيضاً يمكن تطبيقها على يعني اللي من خارج السجلات اللي ليس لديهم حقيقة تراخيص واضحة لدى وزارة التجارة والاستثمار أو يعني ما عندهم سجلات طبعاً أنا هنا في الجزئية هذه بس خلينا نوضح نقطة مهمة اليوم الحقيقة المادة الثانية الموجودة في هيئة الزكاة هي بتشير إلى أنه استحصال القيمة المضافة من كل عمل اقتصادي يدر دخلاً لم يشيروا فيها الحقيقة إلى أنه يكون مسجل أو لا أو لا هذه ما كانت مشاررة في المادة الثانية فبالتالي بشكل عام نعم طبعاً المملكة اليوم نحن كلنا نعرف أنه لديها هدف هدف أساسي الحقيقة من وجود هذه الضريبة واحد من أهم الهداف هو أنه يكون عندي مصادر دخل متعددة هذا أحد مصادر الدخل وبالتالي يعني هو مصدر دخل لا شكل وغير نفطي مهم وحي يساعد في أنه يغطي النفقات العامة للحكومة وفي نفس الوقت يصنع لنا ضبط في ناحية الحكومة المالية أيضاً الحوكمة أيضاً يكون عندي رقابة أعلى الحقيقة على الأموال لما بنتكلم على خلينا بشكل مباشر على مسألة اللي بيقوم بعملية الإعلانات من خلال السوشيال ميديا الإعلان الجديد مثلاً أو المزارعين أو أصحاب المهان غير مسجلة المهان غير مسجلة وممكن أي واحد بمارسها الحقيقة هذه الحقيقة بالدخل أيضاً أموال كبيرة جداً يعني لو تحدثنا فقط عن اللي بيقوم بعملية الإعلان في السوشيال ميديا الحقيقة عندهم يعني دخول كبيرة بملايين الريالات في العام ولأنه عندنا شرط أساسي أيضاً بالإضافة إلى أنه بيكون عندك دخل أيضاً لازم لا يقل هذا الدخل عن 375 ألف كما هو مشار اليوم كيف أنا أتأكد أن هذه الأموال هي أموال أتت من جهة شرعية من جهة صحيحة وفي نفس الوقت أيضاً خروج هذا الأموال بيتجه في مكانه الصحيح بشكل عام الضريبة وجود الضريبة سيعمل عملية الضابط لأنه عندما تريد أن تحصل هذه الضريبة فبالتالي لازم يكون هناك مكان خلينا نقول تتجل الهيئة وبالتالي تحصل من خلاله وتتحقق من مشروعية الأموال وبالتالي نتحق مشروعية الأموال وبالتالي نحصل قيمة الضريبة المضافة فعندنا أكثر من وسيلة ممكن تكون هي تستخدم في هذا المجال وبالتالي من خلالها يمكن أن نحصل هذه القيمة المضافة على سبيل المثال ممكن استخدام نقاط البيع طبعا نقاط البيع بتؤدي أنه سيكون هناك جهة رخصة بأنها تأخذ يعني يكون فيها نقطة بيع وبالتالي من خلالها يمكن أن نتأكد من عملية المبيعات الموجودة وبالتالي نحن نعرف كم مسألة التقارير المالية الموجودة عندهم وعلى أساسها يتم تحديد القيمة أو البنوك بطريقة أو بأخرى هذه كلها من الأساليب التي تساعد ليس فقط في معرفة أو تحصيل القيمة المضافة بل أيضا لها أبعاد اجتماعية جدا مهمة لديها أبعاد أيضا حتى أمنية يعني على سبيل المثال اليوم لما نتكلم عن التستر التجاري التستر التجاري حقيقة يعني بينخر في أي اقتصاد هو موجود فيه طبعا كيف يمكن أن أعالج هذه المسألة لما يكون لدي تستر تجاري هذا سيسبب لي مشاكل في عملية التوظيف للمواطني في عملية التوطيم بشكل عام لما لا أقضي على هذه مشكلة التستر التجاري فأنا سيكون لدي أيضا مشاكل أمنية في البلد أيضا خروج الأموال بطريقة غير صحيحة ونحن عارفين أن التستر عندي يعني بيأخذ شقين مهمة إما أنه يكون تستر مواطن سعودي الحقيقة وهذه الجريمة أعتبرها على أنه يكون هناك يعني عمالة أجنبية بتعمل بشكل غير صحيح أو أن يكون حقيقة استغلال النظام الجديد اللي يعني الدولة يعني وضعته وهو أنه يكون عندك أجنبي أيضا رخصة وبالتالي تتستر على أجنبي بالقيام بهذا العمل فالضريبة المضافة الحقيقة ستقضي على كثير من الظواهر السلبية يعني هذه من الأهداف أو الفوائد اللي بتخرج من الضريبة المضافة بس طريقة التطبيق دكتور اليوم كثير من الناس خصوصا في المهن غير المسجلة بالنسبة للأسر المنتجة حتى على الأراضي يعني أذكر أنه والله في شخص كان في حيرة من أمره فيما يتعلق ببيع أرض هل والله المشتري حيدفع لي القيمة المضافة طيب هذا الشيء مش منص عليه نحن رح نفرغ في كتابة العدل وما طلبت بهذا الأمر خاف أني أنا أتحملها وقع ورقع ويمكن الإجابات غير موجودة اليوم لما نتحدث عن تطبيق فعلي بشكل مميز بالنسبة لمهن المسجلة ويتم استخراج هذه القيمة لكن المهن غير المسجلة اليوم حتى الإجابة بالنسبة لمن لا يعملون في هذه المهن ما هي موجودة وقاعدين ينتظرون فعليا وحيانا يبادرون ولا يجدون أيضا الإجابة مش من المفترض أن تكون هذه الإجابات مرفقة مع هذه التوضيحات في أن من سيطبق عليهم القيمة المضافة هو أنا أتفق معك في جزئية أنه فيه حقيقة غموض في بعض الأمور يعني لكن الأكيد أنه في اللائحة أو في القواعد الموجودة في هيئة الزكاة أنه يحق لها تسجيل بشكل إلزامي حينما يثبت أنه أنت عندك مصادر دخل بتحقق مبالغ عالية جدا فبالتالي أنا ما أنتظرك كجهة بتعمل سواء كنت يعني سواء كنت بتعمل في أي قطاع زراعي أسر منتجة لو أنا بأتثبت أنه أنت فعلا أنت عندك مصادر دخل عالية جدا سيتم تسجيلك القيمة الضريبة وستثم متابعتك فهذه جزئية فيها لديهم صلاحية بالتسجيل الحقيقة وهذه هي الضابط عندي الآن لكن بشكل عام صحيح أنه نحتاج أكثر توضيح يمكن أن لا يوجد حقيقة توضيح هو كان تصريح أنه سينب يعني يحق للهيئة أنها تحصل على قيمة الضريبة المضافة من اللي بيقدموا الإعلانات في السوشال ميديا واللي بيمارسوا الأسر المنتجة فأنا أعتقد أنه قد يكون هناك إلحاق لهذا الأمر بحيث يكون في مجموعة من النقاط التي يتم استضاحها حتى تكون الأمور واضحة للجميع ويكون فيه آلية كما نعرف طريقة الآلية التي يتم فيها تحصيل الضريبة من خلال السلع دكتور منا دعنا نكون في المنتصف اليوم هناك مفهوم جديد أنت تحاسب الناس على جاهل بهذا المفهوم وأنك لم تقدم معلومات أصلا حول هذا المفهوم يعني أنت تتكلم عن أن هناك ناس تحاول أن تتهرب لا وأن هناك ناس تريد تسعى أن تقدم الضريبة ولكن إلى الآن لا أعرف كيف أقدمها فبالتالي سنتكلم لو مر سنة سنتين والله يتصرفوا في هذه الأموال حق لك أنك تطالبيني وأنت قاعد أطلب منك المعلومات ولا تقدمينها لي يعني أنت تتكلم عن مفهوم اقتصادي ليس المفترض أنه توضح بأدق التفاصيل يعني خلينا برضو نقول نحن متى طبقنا الضريبة يعني نحن الآن حوالي سنة وحاجة نعم يعني نحن جديدين في تطبيق الضريبة القيمة المضافة من الطبيعي جدا أن يكون في بعض التبعات يعني لا يمكن أنه أنا أطبق عمل جديد ويكون يعني مئة بالمئة نحن نكتشف اليوم أنه هناك مشاريع أخرى نعم نحن نستطيع أن نستفيد منها وبالتالي تكون مصادر داخل للدولة غير نفطية وبالتالي ستساعد في سداد النفقات العامة مسألة أن هذه الأنظمة كان من الأساس أنها تكون موجودة أنا أعتقد أنها ليست شرط التوضيحات يعني ما عليك بكتور الأسر المنتجة لو واحدة إن شاء الله شغالة في الذبايح ومرأة كبيرة في السن ودخلتها المبالغ وتصرفت بعدها في الأموال شرط لها بأيت أو شرط لها أي أن يكون يمكن أن يدخل نفسها حتى في ديون عشان تزيد على الأموال وقاعدة تسأل أنا كيف أدفع فيقولون أن تنتظري مثلا أو بالاتصال وأنه سنبلغكم إن شاء الله بالأليات مستقبلا كما تم الإعلان كذا أنه والله سيأخذ على مزارع أو أسر منتجة أو أي أن يكن ولم توضح الطريقة كيف ستأخذ اليوم مش إشكالية دكتور لو أجي بعد سنتين وأطالبها فبالتالي خليتكلم أنه الناس اللي أحيانا قد لا يكون متطلعين بشكل أكبر على النظام أو يمكن أن يبنون القدرة هذه فأنهم والله هم واللي يبادرون نعم أنا خليني أن يكون أكثر وضوحا أنا أعتقد أن هذا لا زال تصريح يعني لا نريد أن نعتبر أنه يعتبر قرار لأنه الحقيقة ما في زي ما ذكرت لا يوجد خلف وطبعات اليوم نحن ما قاعدين نشوف توضيح لأنه الحقيقة يجب هذا يعتبر لبس إلى الآن نعم هناك رغبة للحصول على قيمة الضريبة المضافة من الناس اللي بتقدم الإعلانات في السوشال ميديا ومن الأسر المنتجة لكن بالصيغة الحالية الحقيقة الأمر مبهم نحن عارفين كيف ستكون العملية التحصيل فلا بد أن يكون هناك الحقيقة توضيح أيضا من هيئة مصرح الزكاة والدخل أنه كيف أنتم ممكن تحصلوا هذه الضريبة لا يمكن بيشكل من الأشكال أنه أنتم بتضعوا الإعلان وبالتالي ما يكون في وضوح كامل لمسألة هذه وشرح مفصل لأنه فعلا في ناس كثير من التابع وبعدها ترجع بأثر رجعي الطالب بالمبالغ بعد سنة أو سنتين اليوم لما نقفل السنة الثانية بالتالي فجأة ألاقي نفسي أنا في تهرب ضريبي مثلا أو أنه أدخل حيز المخالفات هنا الأشكالية أنا شوف أقول لك مشاهر السوشيال ميديا ما شاء الله يدخلون بالملايين ومسألة رصد أموالهم بالسهولة سواء في البنو كلها لأنه سيسألون لماذا تدخلها الأموال فبالتالي مشاهر السوشيال ميديا واضحة أموالهم لكننا نتكلم على الأسر المنتجة التي ما شاء الله الله رزقهم ومن خلال جهدهم وغالبياتهم يمكن يعني أخيرين نقول الثقافة الضريبية والثقافة الاقتصادية شوي صعب عليهم فيحتاجون إلى إضاحات أكبر لا شك أنه حتى يجب أن يوجد توعية الحقيقة لهذا النوع من المشاريع بشكل عام المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني تحتاج أن يكون في توعية دائمة وأيضا يكون في مسألة كيف يحنا ممكن نحصل منكم على هذه الضريبة لأن الحقيقة الاستمرار بهذه الطريقة أنا أعتقد أنه في مشاكل ستكون والناس لا يفاهمة إلى اليوم خصوصا لو تحدثتك ما ذكرت على أسره يعني عندها مشروع صغير من البيت ما هي متابعة جيدة ولا هي ما بتعرف الطريقة اللي من خلالها ممكن كيف تحصل منها الضريبة لكن أنا أتفق على أنه يجب أن تحصل هذا النوع من الضرائب لأنه الحقيقة سيساعد في أمور أخرى يعني خليتكلم عن الجانب الأمني اليوم عندنا غسل الأموال عندنا تمويل الإرهاب عندنا الحقيقة يعني مشاكل كثيرة بتجي من هذه الأموال إذا إحنا ما وضعنا عليها كنترول ورقابة عالية جدا والضريبة أنا أعتقد أنه ستصنع هذا النوع من الضرائب 275 ألف ريال ما شاء الله تبارك الله كدخل سنوي من تجارة معينة خلاص نحن نتعدين مرحلة مثلا خلينا نتحدث عن التجارة متناهية الصغر دخلنا في مرحلة أنه فيه استدامة ونمو بالنسبة طبعا من يقوم بهذا النوع من التجارة وحتى يذهب أيضا للتسجيل تعتقد دكتور أن المبلغ 300 من جديد لو فتحنا النقاش حول 375 ألف ريال كدخل سنوي من المناسب تفرض عليها الضريبة يعني ما رح يكون من المعويقات بالنسبة لمنشأة صغيرة تتعدى مرحلة المنشأة الصغيرة كهذا رقم لكن فيه في الجهة المقابلة إذا سجل الحقيقة مثل هذه المشاريع الصغيرة فنعرف أنه فيه إعفاءات ضريبية وفيه مزايا بيحصل عليها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه كلها لتشجيعهم إما أنه يتم يعفاء وموجود عندنا يعني فيه تشجيع كبير في الدولة لهذا النوع من هذا المشاريع بيحصل على إعفاءات لثلاث أربع سنوات حتى أنهم يستطيعوا أنهم يعني يكونوا نفسهم بشكل أكبر ويصبح عندهم أصول أكبر وبالتالي يكون عندهم قدرة على دفع هذه الضريبة لكن لا شك أنه أي تقرارات موجودة في البدايات أنا أعتقد أنه يتم الرجوع لها ويتم مراجعتها وفي النهاية الهدف أنه يكون لدينا الحقيقة اقتصاد متين يكون عندنا يعني خلنا نقول حوكمة واضحة وبالتالي بإذن الله يستفيد منها سواء أصحاب المشاريع الكبيرة أو المشاريع الصغيرة كما ذكرت يعني الأهم من وجود مصدر دخل يعني نتحدث عن هذه الضراب الأهم أيضا عملية التقنين والضبط المالي وأيضا المراقبة المالية الكبيرة الذي سينتج طبعا تكون نتاج وجودها الضريبة ضبطا البقية الأنظمة المالية شكرا جزيلا لوجودك معنا المحل الاقتصادي الدكتور محمد مكني شكرا دكتور الله يحفظك شكرا جزيلا يضيك اشتركوا في القناة تفتتح اليوم الخميس منطقة البوليفارد في الرياض ضمن مواسم الرياض ممكن توقيت حاليا ستبدأ أهم الفعاليات وتعتبر إحدى المناطق الرئيسية في الموسم المخصصة لفعاليات متنوعة ومتعددة وسوف تفتتح وسط مسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة بالإضافة إلى عرض الدبابات هارلي والألعاب النارية كما تحتضن منطقة البوليفارد الكثير من الفعاليات الضخمة المتنوعة حيث تضم العديد من المطاعم العالمية والعربية بالإضافة للنافورة الراقصة والتي تقدم عرضاً لطبعاً عرض يأتي بثلاثية الأبعاد تجمع النار والماء والدخان ليعيش الحاضرون تجربة خرافية مع عروض النافورة الراقصة في كل ساعة باستمتاع فريد من نوعه هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا يا مرحب يا هلاء وأهلاً بزايرنا هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا يا مرحب يا هلاء وأهلاً بزايرنا رياض الفن والابداع تخيل تخيلتي وصيتك شاع تخيل عبرتي في الخيال أقطاع رياض الفن والابداع تخيل تخيلتي وصيتك شاع تخيل عبرتي في الخيال أقطاع في موسم فهجة واستمتاع في موسم دور اليوم كل من اتصالت عليه سواء العائلة الأصدقاء الكل بيروح للبوليفارد حين يمكن منعنا توقيت العمل والله يعين حتى مسألة الطالعة ما ندري منلحق على أهم الفعاليات أو أيضا منلحق على الفعاليات المستمرة والمتنوعة والمتعددة واللي بتستمر لعدد من الساعات الطويلة الجدير بالذكر أنه يجب أنه والله نشكر عدد من الجهات هي الترفيه خلاصنا منهم شكرناهم يعني بالشكل اللي يستحقون أمانة على العمل الكبير اللي قدم في موسم الرياض نحن تونا في بدايات الموسم وكل يوم نذهل بفعالية مختلفة وهي الأبرز حتى على المستوى العالمي مش نقعدين نتكلم أنه فعالياتنا منافسة في الداخل لا والله قاعدين ننافس حتى الفعاليات العالمية وأيضا تجلب إلى المملكة العربية السعودية شكر لكافة الجهات المشتركة خصوصا الجهات الأمنية اليوم أنا أقول لك قاعد أتصل على الكل الكريح وأنا مؤمن تماما غالبية أهل الرياض حيكونوا في البوليفارد يستمتعون طبعا بالنفورة الراقصة اللي تأتي بأحدث التقنيات العالمية أيضا يستمتعون ببقية الفعاليات الموجودة في هذا الموسم الحديث عن الجهات الأمنية شكرا للمرور الخطة التي وضعت طبعا تفاديا للزحمة اللي بتكون بكل تأكيد حتى والله يكون هناك أكثر من مدخل لهذه الفعالية لسكان طبعا الرياض سواء من الشرق أو حتى من الغرب أو الجنوب أو الشمال أن يكون هناك بكل تأكيد أن يكون أمر سلس الوصول لهذه الفعالية وأيضا الاستمتاع في داخل الفعالية الله يهني الجميع بهالموسم الجميل موسم الرياض إلى القضية القديمة المتجددة اللي طرحت على طاولة الراصد ونتحدث عن تم تدولها أيضا من جديد في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا هاشتاك كليات التربية والظلم الواقع طبعا بحسب المتضررين من هذه المشكلة وأيضا هذا الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وصل لأن يكون الترند أيضا عاود الهاشتاك للارتفاع من جديد استمرارا لهذه المعاناة لخريجات كلية التربية المغلقة العاطلات من سنوات والتي صدر بحقهن توصية من مجلس الشورى تثبت أيضا حقيتهن بالتوظيف حيث طالبنا بتنفيذها عبر الهاشتاك وإنهاء سنوات الانتظار والبطالة موسيقى 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 ولا أدري العمور يا عمري ساري يا صفري لغلو مرمي ينضم إلينا من مكة المكرمة الكتب الصحف المهتام أيضا بهذه القضية الأستاذ أيمن غلمان أستاذ أيمن مساء الخير أهلا بك مساء النور أهلا وسهلا فيكم تشرفت بوجودي معاكم عبر هذا البرنامج الشيق برنامج المرصد الله يحييك أستاذ أيمن يعني الحديث عن هذه القضية بكل تأكيد أن الكثير من الناس عندهم خبر لكثرة الظهور العلامي وللأسف حتى الآن لم يأتي الحل المرضي بالنسبة لمن تعرض للعطالة طبعا بسبب إغلاق الكليات التربية نبغى نرجع نستذكر هذه القضية نشرح مراحلها باختصار قبل ما نتحدث عن الجديد فيها تفضل سيدي لك أن تعرف شيدا أول شيء نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري واسر لي أمري وفقه وفقه قولي يعني بداية أتكلم عن بداية هذه المشكلة بداية هذه المشكلة لك أن تعرف عزيزي هو وجود وجود يعني شيء يعني اسمه ملف ملف القضية هذا تمام كان فيه يعني توصيات توصيات من قبل يعني مجلس الشورى الموقر متى جاءت التوصيات جاءت التوصيات بعد أن أغلقت كليات التربية للبنات عزيزي لك أن تتخيل أن كليات التربية تمام هناك شقين شق كليات التربية للبنين وكليات التربية للبنات طبعا هنا الأهم النقطة الأهم أن كليات التربية للبنين أحصروا جميعا ووظفوا لكن كليات التربية للبنات همشوا بشكل يعني ولم يحصروا ولم يوظفوا بس نذكر رقميا كما يتعلق بالقضية نتحدث عن كلية أغلقات في عام 1428 الكلية كانت مسؤولة عنها وزارة التعليم أنذاك ووجدت لإيجاد أيضا معلمات في تخصصات تربوية نتحدث عن أكثر من 20 ألف خريجة أكثر وحدة يعني أقلهم عطالة نتحدث عن أكثر من عقد أيضا من الزمن وهي تبحث عن وظيفة ولا تستطيع إيجاد وظيفة غير الوظائف التربوية سيدي سيدي لك أن تتخيل أن خريجات كليات التربية المغلقة دربوا وهو وأخذوا جميع الدورات المكثفة من مدرسية وميدانية لأن يكونوا خريجات مؤهلات للعمل في المجال المدرسي كيف لها أن تتعين أو تتوظف في مكان غير المجال المدرسي وهي يعني زي حكاية أنه معلش أسمح لي زي حكاية أنه تدريب حتى التوظيف يعني هم دربوا من خلال هذه الكليات فتحت الكليات لماذا؟ فتحت الكليات لتدريب فئة معينة في المجتمع ليؤهلوا بالكامل ليقفوا أمام طالبات يعني تخرجوا من هذه الكليات هي مخرجاتهم يعني أين يذهبوا؟ أين يذهبوا؟ خليك معنا أستاذ أيمن تنضم إلينا من الطائف نجاة الزهراني وهي أحدى خريجات كلية التربية المغلقة أستاذ نجاة مساء الخير أستاذ نجاة خلينا نتعرف على السنة التي تخرجت فيها عساس نحسب كم سنة وأنت عاطلة عن العمل أستاذ نجاة تسمعيني؟ متى تخرجت؟ تخرجت عام ١٤٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ نتحدث الآن عن أكثر من ١٦ سنة وأنت بلا آعمال أستاذ نجاة بستعرض المرحلة وأترك لك المجال لأن تعطينا طبعا معاناتك الحديث عن من بداية الإغلاق عدم التوظيف ممتاز مطالبات بالتوظيف توصية من مجلس الشورى آخر استحداث بالنسبة للقضية هي مقابلة عدد من الخريجات لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجاء التفاؤل بعد ذلك ماذا حدث؟ تفضلي أستاذ نجات لا يخفى عليك أستاذ عبدالعزيز وضيوفك مدة عطالتي من تاريخ تخرجي وهي 15 سنة إلى الآن مع العلم أني بعد سنتين من تخرجي سألت عن رقمي الوظيفي وكان 60 للأسف وكان كل ما ينزل ترشيحات أقراها وأنا على يقوم بوجود اسمي لأتفاجأ بعد كذا بعطالة مدتها 13 سنة أخرى بعد السنتين اللي أنا عرفت فيها طبعاً اللي هو رقمي الوظيفي أنا لا أعرف وين راح رقمي الوظيفي والمين أنا هنا بصوت جميع أخواتي خرجات كليات التربية وأقول إحنا صاحبات حق الوظيفة حق من حقوقنا إحنا نحتاج والضعيف ما في أي مجال يقبلنا أبداً لا مجال حكومي ولا أيضاً خاص مكان ما أروح أو أردين موثيقة قالوا أنت تربوية ما تخدمني إلا التالي أنا وين أروح يعني سيدة نجات أول ما تخرجتي قبل ما تغلق لكل يوم سنتين كان رقمك بالنسبة للوزارة المسؤول عن توظيفك هي وزارة التعليم وقتها وكانوا حطينك رقم ستين موش الخدمة المدنية عشان وضح رقمك عند مين لا 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 رقمي في وزارة التربية والتعليم وليس في الخدمة المدنية الخدمة المدنية هي جهة تنفيذية إحنا المسؤولة عندنا وزارة التربية والتعليم طيب هذا الكلام بعد سنتين من تخرجي رقمي الوظيفة كان ستين يعني أنا أقول لك أستاذ عبد العزيز والله عبد لي لأن أعلم فقط عشر معلمات دراسات إسلامية كان الآن لتسع سنوات طيب بعد هالسنتين وجاء الأغلاق اختفى الرقم مع الأغلاق هي اختفى خلاص ما أتسرنا أصلا ندري في أرقام وظيفية أو لا يعني مع أغلاق الكلية خلاص اختفت الإجابات حول الوظائف المتعلقة بخرجات كلية التربية نعم صار الموضوع يتجاهل بشكل واضح جدا أننا لسنا من مفاجات مدارة التربية والتعليم طيب أيضا تنضم إلينا من عارعار الأستاذة نورا أرويلي وهي أحدى خرجات كلية التربية أستاذة نورا مساء الخير الله يحييك ونأخوك أستاذة نورا الله يحييك معانا على الخط أستاذة نورا طيب أرجع له الأستاذ أيمن أستاذ أيمن يعني الحديث أنت استمعت إلى صوت الأستاذ نجات ما في إجابة واليوم فعلا وسائل الإعلام طرحت السؤال أكثر من مرة من المسؤول وزارة التعليم أو الخدمة المدنية الحديث عن الخريجات والله هذه الكلية كانت مسؤولة عنها وزارة التعليم وكانت هي من توظف وزارة التعليم الأستاذ أيضا نجات تحدثت أنه كان لها رقم وظيف من وزارة التعليم واختفى هذا الرقم مع أغلاق الكليات الخدمة المدنية تقول إحنا والله نلتزم بالاحتياج بالنسبة لوزارة التعليم لا صوت أيضا لوزارة التعليم تحدث عن صوت واضح يشرح هذه الإشكالية بالنسبة للطالبات أنت برأيك يعني من المتسبب ومن يتحمل هذه المشكلة ومن يجب أنه والله يوضح أو يضع حل أيضا بالنسبة للخريجات لنتحدث عن أنه أكثر من 20 ألف أستاذ أيمن السؤال لك السؤال لي طيب ممتاز السؤال ممتاز والإجابة جاهزة إن شاء الله عزيزي لك أن تتخيل كلية أنشأت في عام 1387 تمام تمام أنشأت لماذا أنشأت لتكون قادرة على ضخ مزيد من المعلمات القادرات والمديرات القادرات على ملء الفراغ التعليمي تمام بعد ذلك أغلقت في عام 1428 تمام طيب وبعد ذلك الإغلاق تم دمجها بوزارة التعليم العالي نعم تمام طيب الأخوات من تلك الأعوام من عام 1428 أجحفوا إجحاف في موقع جدارة تم استصدار جدارة الجدارة هي عبارة عن منصة إكترونية تابعة لوزارة الخدمة المدنية تمام يتم التوظيف من خلالها طيب الخريجات خريجات كليات التربية عندهم دورات عندهم خبرات عندهم شهادات عندهم سنوات أقدمية نظام جدارة تمام أجحفهم إنه ألغى الدورات والخبرات وساواهم بخريجات الحديثات طيب فين السنوات القديمات هذه هذه السنوات تراحت سدى تمام ويجي لبعضهم فرص ولا لا الفرص دائما ما تكون للخريجات الحديثات المشكلة يا سيدي الفاضل إنه هذول يعني تجنبهم تماما يعني الآن الآن في تكدس طيب الخريجات الحديثات بيتوظفوا طيب هذول المغلقة هذول ترحل فكرة سيدي الفاضل مؤهلات مؤهلات جيدين جدا والسنة الثالثة قبل التخرج يخرج مدنيا للمدارس في السنة الرابعة يخرج كمان يعني يكون معلمات أساسيات ثم بعد ذلك في نقطة بسيطة مهمة جدا عزيزي يجب أن أطرحها تم يعني تم جاءت فكرة العقود المؤقتة للمعلمات العقد المؤقت إيش يعني؟ العقد المؤقت هو أن تقوم المعلمة الخريجة معلمة بديلة للمعلمة الأساسية في حالة أن تأخذ المعلمة الأساسية إجازة تمام؟ هذا حل مؤقت لكن كان سنة أو سنتين أو سنة ونص وإيش كان الإجحاف الإجحاف أن المعلمة البديلة تأخذ مكان المعلمة الأساسية في وقت بسيط جدا ويختصم من راتب المعلمة الأساسية جزء من راتبها يعطى للمعلمة البديلة بكل تأكيد أنه ما هو الحل النهائي الناس تبغى وظيفة تستقر فيها طيب بس أستاذ أيمن خلينا نروح بس توضيح جدارة اليوم لما يقدمون الاختبارات اللي وضعت الاشتراطات يجتزونها طبعا معلمات أو خرجات كليات التربية يا سيدي الفاضل خرجات كليات التربية ممتازات مهرة يجتزونها بكل بسالة وبكل قوة لكن جدارة أجحفهم أنه أخذ منهم الخبرات السابقة سنوات سنوات الانتظار هذي مين يحاسبهم عليها مين يعطيهم طيب جاهزة الأستاذ نورة يا شباب طيب تنظم إلينا من عرعر من جديد الأستاذ نورة رويلي إحدى خرجات كليات التربية المغلقة أستاذ نورة رحيك الله ألا أخويا رحيك أستاذ نورة يعني ما في رد حتى الآن على مطالباتكم خصوصا الحل اللي أنتم الطالبون هو اللي جاء بتوصية من مجلس الشورى فيما يتعلق بالحصر وأيضا التوظيف أسوة بعدد من المشكلات المشابهة لمشكلتكم نعم أخويا لا والله إلى الآن ما في حل حلنا ظهر بولي العهد والملكة الله يحفظهم وطول نبعهم وهذه مناشدة لهم خصيصا لأنه يعني سنوات طالت أنا خريجت عام 1423 سابقا كان في عقود لما المكاتب التعليم نروح لما نروح نطلب نطالب بالعقود لأنهم بيوظفون على عقود للأسف كل يقول ما فيه ما جانا شيء ساعدنا نتفاجئ أنه فيه يجي وموضعنا البنات يتوظفون بالواسطة على حسابنا إحنا القديمات ومتخريجات طيب ما فيه رد يعني قبل فترة أو أكثر يمكن سنة أو أكثر أيضا كان هناك اجتماع مع الوزير قدمتم له المشكلة ويمكن وعدكم بأيضا أن يكون هناك رد ما جاها الرد لا والله للأسف أخوي فينا الآن ما جا رد من الوزارة وأنتو لما تتواصلون مع وزارة التعليم أو أنتو خلاص أنتم عندكم يقين أن مشكلتكم مع وزارة التعليم مش مع الخدمة المدنية أكيد لا نحن مخرجات وزارة التعليم يعني تخيل فيه خريج طبي يتخرج يتوظف مدرس مثلا بسحيل طيب أستاذ نجاة أرجع لك يعني الحل طيب أو عودة للأستاذ أيمن عموما فصل خطم على الأستاذ نجاة الزهراني وهي أحدى خريجات كلية التربية نشكر لها هذه المداخلة أستاذ أيمن يعني برأيك أشو الحل الأمثل يعني والله يا سيدي الفاضل الحل بسيط والحل جدا بسيط هو تنفيذ التوصيات كجميع المعاهد وكليات المتوسطة وكليات المعلمين هذا رقم واحد رقم اثنين هو تفعيل دور اللي هو اللي هو المحو الأمية تفعيل دور محو الأمية تمام نستفيد منهم هذه خبرة طاقة كامنة مهدرة يعني هذه تنفع تنفعنا وتنفع البلد هذه يعني طاقة إيجابية موجودة كامنة تمام عندك النقطة الثالثة مشاركتهم في النوادي في النوادي الصيفية إينا لي ما أستغلهم أستغل تواجدهم هم الآن في منازلهم تمام عندي ثلاثة نقاط مهمة جدا أستخدمهم أول شيء أفعل الحصر والتوصية مثل مثل باقي الكليات ومثل كلية المعلمين كلية المعلمين أحصروا وتوظفوا جميعا كلية المعلمات هم النقطة رقم اثنين تفعيل دور محول الأمية النقطة رقم ثلاثة عندك أنت نوادي صيفية ليش ما أستغل المعلمات هدول بإني أخذهم يا أخي عندي نوادي صيفية برضي برضي تهميش يعني لا أحد يجيب لا أحد يجيب هذه النقطة أستاذ أيمن يعني وهنا يوجه مباشرة لوزارة التعليم أو أي جهة مسؤولة أنها تبادر بالإجابة لا يمكن أن يعلق هذا الحال نتحدث عن أكثر من عشرين ألف طبعا متخرجة جاهزة للعمل في المجال التربوي اليوم يجب أن يكون هناك إيضاح حتى تنتهي هذه المطالبات هذه والله ما هو الظهور الأول لمن يعاني بهذه المشكلة اليوم يجب أن لا يكون هناك مجال للصمت والله يشرح واحد اثنين ثلاثة بيكون شفافية بكل وضوح بالنسبة لحالهن لأنه مش معقول أنك والله تغلق كلية ولها مخرجات بشكل كبير ولا وضعت حل لهذا الإنسان اللي والله قاعد يدرس ويتخرج ويبحث عن فرصة وظيفية وبالتالي حتى بعد تغير الإدارات تغير الوزراء على وزارة التعليم ما يكون عندك إجابة أو البحث أيضا عن حلول المساحة كاملة لوزارة التعليم إن كانت تريد الظهور بشكل شفاف للإجابة حول هذه القضية لنحصل على إجابات حتى يغلق بإذن الله الملف والكل يستفيد كل صاحب حق يأخذ حقه إذا كان ما في شيء المفترض أنه الله يخفى عن أصحاب المطالبات شكرا جزيلا لك الكاتب الصحف الأستاذ أيمن غلمان وأنت مهتم بهذه القضية أيضا كل الشكر للأستاذ نورا رويلي وهي أحدى خريجات كليات التربية المغلقة ترجمة نانسي قنقر انطلقت فعاليات مسابقة الفلكلور الشعبي التي تنظمها وزارة الثقافة وتستمر لمدة شهرين وذلك ضمن مشروعها الوطني لتوثيق تراث غير المادي في المملكة والذي يهدف لحصر جميع أوجه التعبير الشفهي والأداء والتي تتميز بها مناطق المملكة بتنوع ثقافاتها وتأتي المسابقة لخدمة هذا الاتجاه عبر أحياء الفلكلور الشعبي وتحفيز جميع أفراد المجتمع في المملكة للمشاركة في تسجيل كنوز الفلكلور الشعبي فيديو أو مقطع صوتي وذلك يأتي في ثلاث مسارات محددة هي الرقص الشعبي والموسيقى الشعبية والحكايات والأساطير الشعبية باختلاف شعوب العالم وهواياتها الخاصة تتفق المجتمعات منذ بدايتها على رغبتها وحبها للتعبير عن ذاتها فلكل مجتمع حكاياته وأساطيره الخاصة وأهازيجه الفريدة ورقصاته المتناغمة وفي المملكة أيضا تتنوع الثقافات فتولد مزيجا منهلا من النقمات والقصص والرقصات لتكون جزءا من ذاكرة الفلكلور السعودي لذلك وانطلاقا من توجهات وزارة التقافة لدعم الفنون الشعبية والفلكلور تم إطلاق المسابقة الوطنية مسابقة الفلكلور الشعبي والتي تهدف للتعرف بالموروث الشعبي وأحيائه والمحافظة عليه وتتفرع المسابقة لثلاثة مسارات المسار الأول وهو المخصص للرقص الشعبي شارك برقصة شعبية تشتهر بها منطقتك وتحملها بداخلك أينما ذهبت والمسار الثاني وهو مسار الموسيقى الشعبية سجل لحنا موسيقيا شعبيا وقم بإحيائه أما المسار الثالث فهو مسار الحكايات والأساطير الشعبية اروي إسطورة أو حكاية شعبية متوارثة لها جذور ممتدة ومنحها صبغة جمالية بفن سردك شارك بأحد المسارات الثلاث ونافس لتكن أحد الفائزين بجوائز تصل إلى أكثر من مليون ريال سعودي للحديث عن هذه المسابقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو عضو اللجنة الموسيقية في جمعية الثقافة والفنون الأستاذ خالد عبد الرحيم أستاذ خالد مسل خير أهلا بك يا أهلا وسهلا حياك الله سلام بالله يا مرحبا وزارة الثقافة هذه المرة مسابقة للحفاظ على الكلور الشعبي نتحدث عن الأساطير نتحدث عن الموسيقى وحتى الرقصات كيف تشوف هذه الخطوة حقيقة هي خطوة موفقة يعني معناته نحن نقول دمج الماضي بالحاضر نوضح للجيل الجديد أنه موروثنا غالي علينا عندنا إرث كبير من التراث لابد أنه نحن من خلال المسابقة هذه ستكون مساهمة في معرفة الجيل الجديد لتراثنا وفلكلورانا يعني الجهود أول كانت فردية في الحفاظ على الفلكلور في الحفاظ على الموسيقى الشعبية وأيضا هذا التراث الشعبي الناس تجتهد على مختلف مستوياتهم يعني أستاذ خالد أنت عندك مؤسس صالون يمكن فني للحفاظ على الفن وغيرك طبعا من المهتمين بالموسيقى والفنون اليوم لما تشوف أنه والله هناك جهة تنظم وتحمي وتحافظ وفوق هذا أيضا تعمل مسابقات نتحدث عن جانب التحفيز نعم هي خطوة أعتقد خطوة مهمة ومن أهم خطوات وزارة الثقافة يعني بعد الاستقلال وبعد ما استقلت عن الإعلام اليوم المسابقة مفتوحة للجميع للشباب الكل عنده القدرة أنه والله استعرض مواهبة سواء في الرقص الشعبي الموسيقى الشعبية أيضا الحكايات الشعبية كيف تشوف أو توقعاتك التفاعل وتوقعاتك حتى أنه المسابقة ممكن تخرج لنا فنانين حقيقيين مبدعين أيضا في الفلكلورات الشعبية بالتأكيد طبعا هيكون فيه كثير من الشباب عندهم الآن الجرأة أنه فيه قنوات رسمية يقدر يوصل فيها موهبته في ناس مهتمين بالتراث محبين للفلكلور بس ما لقي الفرصة مثلا عندنا في صالون الرياض نلاقي الكثير من مرتادي الصالون بيحبوا الألوان التراثية يبغوا يغنوا ألوان بلدنا القديمة بمختلف أنواعها فأكيد الفكرة ناجحة ونلاقي قبال إن شاء الله الرقص الشعبي معروف طبعا بمختلفة في مناطق المملكة الموسيقى الشعبية يشيقصت بها الموسيقى الشعبية هو نحن نقدر نقول الفلكلور الفلكلور اللي هو لون غنائي سبيل المثال إذا قلنا الطايف والله هذا لون الطايف لون المجرور نجد ريش تحت لون المجرور لون القصيمي يعني كذا لون فهنا الموسيقى هو اللحن إنه إحنا بنقول الفلكلور هذا ملحن فلما نطلع مع التزديلات الحديثة بيبرز الفلكلور بشكل موسيقي قريب للإذن أفضل من إنه إحنا نقوله بالإيقاعات فقط أو لا يكون مصاحب للآلات الموسيقية مع الاحتفاظ بروح اللحن دون المساس يعني بتغيير أو روح اللحن تكون موجود بس إضافة الموسيقى عليه هذه الثقافة الفنية تعتقدنا ستكون نتاج هذه المسابقة يعني يوم أنت تتحدث عن الألوان الشعبية الناس تشوف ترى الفلكلور وما تدقق أشوى اللحن تحديدا الأدوات المستخدمة أيضا من منطقة إلى منطقة الأزياء طريقة الرقص حتى الشعبي كلها تجي بتكنيك ما هي أشياء عشوائية أو تأتي بشكل غير متقن صحيح؟ نعم للضبط يعني حتى في اللبس كل منطقة لها اللبس يتناسب مع اللون اللي يؤدى أحيانا بيكون التراث اللحن يكون مثلا من التراث ولكن ممكن تكون الكلمات شاعر أو كلمات جديدة أو العكس صحيح يكون فيه لحن جديد ولكن الكلمات من التراث عظيم مساحة فنية كدنا تكون جميلة ورائية حتى فيما يتعلق بالتقييم اليوم ناس كثير لما تشوف خلينا في العرض تقولك والله هذا فلان يعرف في عرض فلان لا أقل مستوى أيضا يمكن بعض الفلكلورات حتى في مسألة تتقان سواء كان الأداء الصوتي أو حتى الأداء الجسدي بالضبط بصير فيها تحسين وتطوير أيضا للفلكلور بالتأكيد طبعا حيكون من فوائد المسابقة هذه أنه حيكون فيه تطوير للأفضل يعني ما الرقصة ممكن أنا أطورها بطريقتي نفس الرقصة بس أنا ممكن أضيف عليها أشياء ما يكون نفس الشكل يعني نفس الشكل لا ممكن أضيف لها أشياء بس ما نخرج عن المسار يعني نفس الرقصة تكون موجود بس إضافة بعض يعني المميزات المميزات بالضبط يكون في مجال أنه يبدع الهاوي اللي بيشارك مثلا في مسابقة المسار يعني في جانب الهاوي أنت ذكرت أنه حيستفيد كثير أيضا المحترفين الموسيقيين يعني أستاذ خالد وأنت منهم الناس اللي لهم اهتمام كبير في الموسيقى أكيد أنه بيكون لكم مساحة في تطوير التحسين أيضا على الفلكلور أنه يقدم كمنتج محترف مرغب جميل لأنه نتحدث عن انفتاح اقتصادي وأكيد أن الفلكلور جزء مهم جدا من عوامل الجذب الاقتصادية نعم يعني نحن مستعدين طبعا للمشاركة في المسابقة سواء كتقييم كمتسابقين كتنظيم نحن هذا الشيء يسعدنا لأنه نحن من هوات الفلكلور وإحياء التراث فنحن نستعدين لمشاركة في أي ناحية لأن هنا السؤال كثير من الناس كانت تقول أين جمعيات ثقافة والفنون؟ أم لا أستاذ خالد؟ نعم جمعيات ثقافة والفنون الحين موجودة المساحة الآن المساحة موجودة والجمعيات هي موجودة من الأول يعني الآن أنت لتلاحظ الأنشطة الموجودة في جمعية ثقافة والفنون في الرياضة والأستاذ عامر والحمود الآن في عنده خطة بيهتم فيها بما يتعلق وتطوير التراث سواء على مستوى الفرق الشعبية أو على مستوى المزازيك والفرق الموسيقية فإحنا بينه وبين أستاذ عامر تعاون باستمرار فيما يتعلق بالقسم الموسيقي وقسم الفرق الشعبية الحجم الكبير أيضا للمهتمين بالموسيقى والموسيقين السعودين اللي يمكن كانوا بجهود فردية في صالونات ما يحضرها فقط المهتمين نعم اليوم المسؤولية أيضا عليكم الخطط القادمة أن والله الموسيقين السعودين يكونوا موجودين على الساحة بشكل كبير وأيضا يقدمونها الخبرات لكل الهوات خصوصا الهوات في مجال الفني والموسيقي نعم أعتبر هذا وقتهم الآن هنا التطلع نعم هنا التطلع ونطلع المزيد ووسط الفني أهل الخبرى يكونوا متواجدين في مسابقات زي كذا أو في الفترة هذه المشرقة فنية لبلدنا شكرا جزيلا لك على هذا الحضور عضو اللجنة الموسيقية في جمعية الثقافة والفنون الأستاذ خالد عبد الرحيم الله تكرا لك شكرا لك الشكرا لك شكرا لكم أنتم أستاذ المشاهدين نستمتعوا في نهاية إجازلة الأسبوع أكيد نموسم الرياض والفعاليات المقدمة فيها الله يحفظكم أنا ألتقيكم بإذن الله الأحد القادم فمهن الله أكيد نموسم الرياضة والفعاليات المتحدة أكيد نموسم الرياضة والفعاليات المتحدة